انتقدت موسكو لإجراءات العقابية الجديدة في حزمة العقوبات الرابعة عشرة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا قائل إن العقوبات غير فعالة وستضر بالتكتل وقال نائب وزير الخارجية الروسية ليكسندر جروشكو في موسكو تعليقا على حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها التكتل على موسكو أمس إن الغرب لا ينظر إلى عواقب ذلك على اقتصاده أو على ازدهار السكان في الاتحاد الأوروبي فعلى سبيل المثال تتوقع روسيا نموا اقتصاديا يزيد على ثلاثة في المئة العام الجاري أي أكثر من عشرة أضعاف النمو الاقتصادي في أكبر الاقتصادات الأوروبية وضاف جروشكو أن العقوبات كانت تستهدف خنق الاقتصاد الروسي ولكن الاتحاد الأوروبي حقق عكس ذلك